أولى مساحاتنا لليوم رح نكون فيها بعالم النفس ونحكي عن موضوع كتير مهم الصدمة النفسية أو الاجتماعية وتأثيرها على حياة الإنسان حيث تتعدد أشكال الصدمات النفسية والعاطفية ما بين خسارة شخص أو حتى التعرض لحادث أليم أو التعرض لاعتداء لنحكي أكثر عن هذا الموضوع وكيف ممكن نحن نواجه هذه الصدمة أكيد يسعدنا نرحب بالدكتور عمر الحلبي وهو خبير في علوم الطاقة الحيوية سيد صباحك أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك سباح الخير أهلا وسهلا فيك يعني بالبداية خلينا نتعرر في الصدمة النفسية أو شو يعني صدمة نفسية أكيد ظروف كتير صعبة عم نمرق فيها كلنا منقول صار عنا صدمات نفسية صار عنا اكتئاب نفسي منحكي كتير ولكن علميا خلينا نعرف شو هي الصدمة النفسية تمام لازم ننجي من شو هي الصدمة أو العاطفية هي حدث صار مع شخص هذا الحدث صار معه ألم كتير كبير طبعا الصدمات ممكن تكون مثلا وفاة شخص ممكن تكون مثلا خيانة ممكن تكون مثلا اختصاب أو تحرق جنسي ممكن يكون انفصال ممكن يكون حادث أليم كل هذا بيعمل صدمات نفسية عند الإنسان طبعا ما بدي يعني ما بدي خليكن تتشاؤم وحنحكي بالحلول آخر الحلقة إن شاء الله لكن بالنسبة لإلنا كالسوريين اللي هو وسطيا ممكن يكون الإنسان بيتعرض لعشرات الصدمات بحياته ما في إنسان مع صدمة لكن كالسوريين مئات أو آلاف الصدمات موجودة بحياتهم طبعا هلا نحكي شو الآثار كيف نعرف أن الإنسان عنده صدمات لكن هي حدث سواء مع ألم ومرافع الإنسان بطريقة أو بأخرى هاي المشاعر طبعا ما بتندفن عند الإنسان بالضل موجودة خلينا نحكي أكتر عن أنواع الصدمات أو شدة الصدمة يعني هي أو تختلف حسب طبيعة تحمل كل شخص ولا بيكون لا في إلم بعلم النفس والاجتماع تأثيرات معينة أو تيب معين تمام هلا مثل ما حكينا الصدمة هي برافقها شعور ألم كتير كبير بغض النظر عن نوع الصدمة فبعد ما الإنسان يتعرض للصدمة فبيصير عنده تغير أكيد على الصعيد النفسي على الصعيد العقلي على الصعيد العاطفي والجسدي يعني الإنسان وقت لما بيتعرض للصدمة مو مثل يعني ما بيضل نفسه مثل ما قبل الصدمة فهي بتعمل إنه إنسان بتتغير نظرته لنفسه وتتغير طبيعة نظرته للآخرين ففي كتير ناس بتفكر إنه واحد إذا صارت الصدمة مثلاً قبل عشر سنين من حياته فخلال السنين هو حينساها هي لا ما بينسا للإنسان شعور الصدمة ممكن ينساها على المستوى السطحي لكن على المستوى العميق فهي بتضل بترجع كيف في مشاعر الإنسان يعني مثلاً ممكن لواحد يحس بشعور حزن أو شعور تعاسي أو غضب أو ألم ما بيعرف شو السبب طبع أو تغير مزاجي هاي المشاعر اللي ما لأ أسباب هاي السبب العميق طبعا هي التعرض لصدمة بحياته هاي المشاعر ما طلع منها فهي يعني لاحظة يفكر إنه الصدمة مع السنين واحد نسيها هو بنساها على المستوى السطحي لكن على المستوى العميق بتضل هاي المشاعر جواته على مستوى اللاوعي نعم خلينا نحكي عن ردود اللي بتسببها أصل الصدمات النفسية يعني منشوف أمراض كتير بتظهر أمراض جسدية بتظهر بأيام متقدمة بالعمر من ورق الصدمات النفسية خلينا نحكي عن تأثير الصدمات النفسية بالأمراض الجسدية وخاصة السكارية الضغط الغدة في كتير أمراض يمكن إلا علاقة بالصدمات النفسية تماما ما هو نحن نحن نحكي كعلم كعلم الطاقة الحيوية نحن نشوف أصل الأمراض هي سببها نفسي وخصوصا أنت شيء اللي حكيتي عنها هاي صدمات كلما كانت صدمة شديدة أكتر كلما كانت تأثيرة على الجسد أكتر مثل ما حكيتي أمراض السكري أمراض الضغط هاي بيكون قبل شعور صدمة أو مشاعر صدمة الصدمة هي بتسبب أكتر من شعور طبعا شعور سلبي مع بعض عندك مثل ما حكيتي عن مشاكل الغدة الشقيقة مشاكل المعدة بشكل عام المشاكل بشكل عام أو الأوجاع اللي بأس الوهن بشكل عام بالجسم الغضب بتلاقي الإنسان بتلاقي الأسباب بسيطة بيعصب هذا كله كله سببه صدمات نفسية متراكمة متراكمة صارت عند الإنسان فكتير مشاكل جسدية سببه صدمات نفسية سابقة طيب كان أنه الصدمات النفسية عم تختلف شدتها من شخص لا تاني وإلى تأثير معين على الجسم خلنا نحكي هلأ شخص اتعرض لحادث معين بغض النظر شو هو كيف ممكن يتعامل مع هاي الصدمة كيف ممكن يساعد حاله ليخرج من هاي الصدمة تمام هلأ الأول شيء في عندنا شغلتين هلأ طبعا الصدمة هي قطعا بدها علاج وليس علاج دوائي مشان ما حدا يفكر ان والله أخذت دواء أو شي فأنا اطبت لا فهي بدها جلسات علاجية بس نحنا بشكل عام مشان الإنسان يصير أحسن أنا أولي موضوع التنفس بشكل عام عملاحظ عند الأشخاص التنفس هو عم تكون وطيرته سريعة لازم نحنا كأشخاص عاديين يكون التنفس خلال دقيقة يكون خمسة عشر عدة بس أغلبية الأشخاص عم تكون تنفس أكثر من خمسة عدة أكثر من خمسة عدة معناتها أنت عندك تنفس سريع التنفس سريع يكون بخير للإنسان يكون متعرض للتوتن يعني يكون ردات فعله سريعة أكتر يكون سرعة استجابته يعني ردات فعله للغضب بشكون أبع فأول شيء نحنا قلينا نتعود على التنفس البطيء يعني هلأ من مجرد مثلا ما عملنا تنفس بطيء تعودنا أنه نتنفس بشكل أبطأ فراح يكون ردات فعلنا بشكل أهدى وبشكل عام المشاعر السلبية ستنخفض تنفس البطيء أنه ناخد شهيق بشكل بطيء والزفير نطلعه بشكل كمان بطيء وفينا إذا كان واحد معصب أو مدائق يطلع الزفير بعدات أكتر من الشهيق يعني طريقة حلوة بتخفف السترس وخفيفة عجيبة كمان يعني ما فيها دفع مصاري ممكن بهالوضع يلي عم نمرأ فيه كثير فينا نحنا نعالج حالنا بحالنا ولكن خلينا نحكي ضغوطات كثيرة عم تنتقل من الأب إلى الأبناء ومن الأبناء إلى الأباء ومن فرد إلى آخر وخاصة أيضا بالعمل كمان خلينا نحكي كيف فيه الواحد يعمل كنترول على الضغوطات لعدم نقلة إن كان لأولاده وإن كان لمكان عمله أيضا الآن حكيت بالطريقة الأولى التنفس البطيء الطريقة الثانية هي نحن نسميها تقنيات ديفيد هاوكنز اللي هي السماح بالرحيل كيف أنا فيني استخدمها هاي الشغلة وتلما يكون عندي أنا مشاعر سلبية شو ما كان نوعه فدائما المشاعر السلبية بتحمل معه الكثير من الأفكار السلبية يعني شعور واحد بي بيحمل معه الكثير من الأفكار السلبية طيب هلأ خليني أنا عمل مثال صغير كيف نحنا ممكن نطلع هاي المشاعر السلبية نفككها طبعا مو الحل أبدا طريقة الهروب أنا مثلا متدايق بديروح مثلا من معرفقاتي مشوار وأنا مبسطت لا أنت هون أنت عم تخزن جوا تلك المشاعر السلبية الطريقة المنيحة لحتى يصير الإنسان أحسن شوفوا تراكم المشاعر السلبية بيخلي الإنسان ضعف التركيز ضعف الزاكرة بيخلي الإنسان يعني ضعف الأداء إن كان بعمله أو بحياته الشخصية فطريقة الهروب هي أبدا ما لحل أنا هلأ مدى بيطلع مرفقاتي بدي شوف غنية بدي اسمع شي شغلة تخليني إنبسط هذا الهروب وبالتالي المشاعر انكبتت وهي المشاعر رح تطلع بطريقة ثانية بعدين طيب أنا مثلا تجيني مشاعر سلبية شو بدي سابق أول شي الشعور السلبي مثلا أنا هلأ عندي شعور بالأحباط شعور الأحباط أول شي بتخليني يجيب دفتر صغير أنا هلأ شعر بالأحباط شو الأسباب اللي أعمل تخليني أنا هلأ محباط طلع الأسباب مثلا أنا ضع وقتي على على شي معين أنا مثلا بالشغل معامي عملولي تقدير للجهة التبعي أنا مثلا يعني بحط الأسباب كلها يعني بضل بحط الأسباب لحتى ما لاقي إنه بضل عندي ولا سباب مثلا طلعت عندي عشر أسباب شعوري بالأحباط هلأ تمام هذه الأسباب متما طلعتها كلها سجل وكتبتها بمسك أول سبب مثلا عدم التقدير بالشغل عدم التقدير بالشغل بحس بالشعور تبعه أنا هلأ شو أمساوي أنا عام جزء الشعور شعور كبير أنا عام جزءه تمام طلعت أول سبب اللي هو مثلا عدم التقدير بالشغل فبشعر يعني بشعر الشعور السلبي تبع هذا السبب لحاله ما شعرت بالشعور كاملا شعرت بهذا الشعور تبعه أنه أنا هلأ عدم التقدير بالشغل تبعي فبلشت أشعر بالمشاعر السلبية تبعه بشعر فقط بالشعور يعني كيف ببلش أتعامل مع الشعور كشعور لحاله مثلا هلأ أنا عام بشعر بالمشاعر السلبية اللي هي عدم التقدير بالشغل هل هذا الشعور خفيف؟ هل هذا الشعور تقيل علي؟ وين عم بشعر بهذا الشعور بمنطقة القلب منطقة البطن بالبعث وين كان هل هذا الشعور عم يضايقني كتير؟ هو شعور عم يضايقني شوي يعني بضل بوصف الشعور تبعه في يعني على ماء النفس اللي اللي بيحكوا عنا بيعلم الطاقة بيقل لك أنه مجرد ما أنت عم تمسك الشعور هذا الشعور حيفت كيف حيفلت؟ يعني حيبلش يطلع منك بمجرد ما بلشت أوصفه شعور تقيل شعور خفيف وين ما كانوا بالجسم كذا 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 عم بوصف الشعور تبعه تمام؟ فحيبلش هذا الشعور يخفي خفي 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 لغاية ما يروح بمسك السبب الثاني أنه مثلا ضاع وقتي عشري معين فعنا حسنا بسببه بالأحباط بمسك هذا الشعور هل هذا الشعور هو خفيف عليه تقيل وين ما كانوا بالجسم وكلا قديش بيجيني؟ بلش بقى أوصف هذا الشعور فكر أنه أوصفه وين عم يجي وشو عم يصير فيه وكذا كذا كذا فمجرد ما بلشت في هذا الشعور شو عم يصير فيه وفي جسمي شو أم تحس فيه أم تحس فيه كذا كمان حبلش يختفي فمسكت واحد واحد بعد ما خلصت دول عشرة أسباب حلاقية شعور الأحباط عندي كله اختفى يعطيتكم طريقة كتير سهلة تمام؟ طبعا معاملتك تعاملك مع الشعور السلبي هو فقط للناس الشجعات أغلب الناس بتهرب من المشاعر السلبية وبالتالي حيضلت عنده حيتراكم وحيجيها مشاعر سلبية بدون ما تعرف ليش حيجيها مزاجية بدون ما تعرف ليش وطبعا هذا الشيء كمان هيسبب مشاكل بالنوم أغلب الناس حاليا اللي أنا عم بتعامل معه عندها مشاكل بالنوم عندها ألأ عندها ألأ فالشجعان هن اللي بتعاملوا مع المشاعر السلبية تبعهم أما الناس التانية هي بتفضل الحلول السهلة تستسلم إلى هذا الشعور أو بتهرب منه بأي طريقة تانية فكتير مهم نتعامل مع المشاعر تبعنا وكتير مهم ما ننهلها لأنه كل هاي التراكمات بعيد الشرع من كل السامعين بتسبب أمراض بالمستقبل لأنه المشاعر السلبية ما بتروح الحالة أبدا كنا نحكي نحن تقنيات كيف نتعامل مع هاي الصدمات ولكن في سؤال أنه فورا لازم نبلش بتقنيات تفريغ هاي الشحنات السلبية أو الصدمة أو لا في أشغالك أنه لازم تعيش فترة من الزعل أو فترة من الحزن لا تقدر تطلع الشيء السلبي لجواتك صح ما تحكي هو الشعور يعني أنه الواحد يفوت بالشعور لحادة الماكس هاي تعمل تفريغ لغير المشاعر أكيد الحكياتي هو صح إذا واحد شعر بالخوف كذا يعيش بهذا الشعور لماكس يعني أنه الواحد يضل فايت بهاي الحالة بس بدون ما يكون يعني يفوت بالشعور طبعه بدون ما يفوت بشي تاني صح أنه هاي الطريقة اللي عم تتحكيها صح وفيني كمان يكتبها يعني يكتب كل شيء مدائق ويطلع كل شيء الأفكار اللي جواته يطلع كتابك كمان هي بتساعده تماما يعني قبل ما نختم خلينا هيك نحكي بالحلول الأخيرة أو بفقرتنا أو بآخر فقرتنا خلينا نعطي الحلول وخلينا نعطي الأفكار لكل حدا كيف يطلع البسلون حلو كيف يطلع من البيت حكينا عن الشهيق والزفير حكينا كمان عن كتير قصاص تيمكننا نحن نعطيها أصلا بطاقة حلوة للعالم لحتى نحن نستمد طاقة حلوة أيضا يعني خلينا هيك نحكي بعشر خطوات هيك موجيز عن الأساس اللي حكيناها طبعا بس في نقطة بس بدي نوح عليها أنه أغلب مشاكل المال أغلب مشاكل الشغل هي بسبب صدمات أغلب مشاكل العلاقات هي بسبب الصدمات النفسية المتعرضين عليها أغلب مشاكل إن واحد ما عم يقدر يحقق أهدافه كمان هي بسبب صد نفسية فأغلب المشاكل اللي عم تصير مانا بحياتنا وعدم الإنجاز هي بسبب صدمات هي أم حبيت بنبه عليها طبعا شوفي شغلات واحد ممكن أن يعملها يعملها طبعا في كتير خطوات حكينا أول شيء موضوع الفلس يكون بطيء حكينا السماح برحيل تقنية ديفيد هاوكنز طبعا الألوان كمان مهمة باللبس هلأ مثلا لون الأصفر لون الأصفر بيعمل السعادة في ناس ما بتحبه اللي ما بحب اللون الأصفر هاد عنده مشكلة بموضوع السعادة تمام؟ لون الأصفر مثلا بالأكل أي شيء لون أصفر إذا أنت بتاكله أو بتشربه كمان هذا رح يغير طاقتك للأفضل الأكل كل شي فاس فود فواكي خضار هي بتعطي أكيد طاقة حلوة طبعا هلأ هلأ بحكي على اللون اللون الأصفر أو اللون الأخضر كمان هذا بيعمل توازن اللون الأخضر هو للشاكة للقلب اللون الأصفر هي لشاكرة الضفيرة الشاكرة السرى هدون كل الشاكرات العطفية الأكل أو اللبس طبعا بيعمل توازن للجسم حتى نحكي مثل الأعشاب عم نحكي هدول الأكلات اللبس طبعا الزيت وهيك اللون أخضر كله تمام كل شيء اللون أخضر هو شاكرة القلب فأنت عم تفوت هذا اللون لجسمك كمان لون الأصفر هي كمان للشاكرات العطفية كمان أنت عم تفوت هذا اللون لجسمك بعم يعمل لك توازن كنت عم بحكي على المأكولات السريعة على الفاس فود هاي بتخلي الواحد يعصي بأكتر يعني أكلات بتفوت الأكلات الجاهزة هي بتخلي الإنسان بتعملوا خمول وبتعملوا سترس تمام خمول وسترس للجسم إذا واحد عاد بمكان فيه خضار أو مكان فيه مي كل شيء مكان فيه تضفق مي أو مثلا شلال أو شيء ففيها أيونات سالبة هي أيونات أفهم أيونات موجبة الأيونات الموجبة هي بتصحب لك الأيونات السالبة بالجسم أيونات الموجبة والسالبة أيونات السالبة هي تعمل لك المشاعر السلبية أيونات الموجبة هي اللي بتبطلع لك هاي المشاعر فأنت أي مكان زنتو بتنتبهوا فيه تدفق مي فأنت بتحس بالراحة حواليه تمام؟ جربوا أنه تعدوا بأي مكان فيه تدفق مي أو إذا كنت أنت حواليك حديقة، البلدنا فيها كثير حدائق بمجرد ما عاد أنت بحديقة نص ساعة فرح تحس حالك من رتاح أكتر أنه فيه لون أخطر حواليك وطبعا تعرفوا أنه أنتو الشجر وكل شيء أخطر بيعمل فيه ضخ أكسجين فأنت عم تتنفس أكسجين أكتر أي أحسن المي أو الطبيعة؟ هاد وهاد بيكملوا بعض بيكملوا بعض بيكمل لك تأثير إيجابي حكينا عن لبس الألوان الزاهية كمان بيأثر على نفسيتك خير، مثلاً بغرفة النوم أو هيك بالبيت، شو الألوان هيك على السريع؟ أكيد غرفة النوم هي لازم يكون فيها لون أحمر لأنه لون النشاط في هي من الأخطاء الشاعر اللي عم شوفها عند الناس أنه غرفة النوم بيحطوا فيها لون أحمر لون الأحمر بيعمل نشاط أو بتلاقي مثلاً اللي بيضغطة فيه الحرام أو الشرشف كمان فيه لون أحمر يعجب مع لون الأحمر بيعمل نشاط فأكيد حيسى أقلها هاي الألوان اللي بتعطي طاقة وخصوصاً إحنا بوقت راحين فيه للنوم لنهتاح لون بنفسجي بيعمل هدوء واسترخاء نعم، أكيد حديثنا له كمالة بالحلقات القادمة إن شاء الله بنشكرك كتير لوجودك معنا وإن شاء الله هيك كل الناس محميين من كافة نوع الصدمات شكراً كتير لألكم وحديث يطول بهذا الموضوع ويعطيكم ألف عارفة شكراً كتير لألك الدكتور عمار الحلبي أما هلأ مشاهدينا فصار الوقت لننتقل لغرفة الأخبار للإطلاع على أهم المستجدات اللي عم تشهدها أسحى أسحى